اشتركوا في القناة يعني امس كان فيها ردو تفعل وائد وائد ناس زعلانة يعني يعني اكو ناس وائد زعلان وائد ناس قالت رحم الله والديك الناس اللي زعلانة شوية يعني كان عندهم مجهة نظر وانا احتروا مجهة النظر ويعني اه متكلم بصياق عام اكو جزء مهم لازم تعرف اليوم حتى لما اتيت بتتناقش مع المرأة بالبيت تدريجي الموضوع يعني الامر تدريجي انه والله مثلا يوم المرأة لازم تقعدوا اياها وتتناقشوا اياها وتتفاهموا اياها وشوي شوي لما تاخد على الطبيعة عمالتك انك انت هذي طبيعتي ويصير النقاش بهاي الطريقة بس ما يصير تي من بره البيت لانك انت معصب فتي تبديدك عليها احنا نتفق ان موضوع مادة اليد هذا يعني احنا ضده تماما بكل الاحوال يعني بس انا اللي ابي اشير لان المرحلة تدريجية يعني انت اليوم تتدرج في الموضوع عشان تتكلم فيه عشان تتناقش فيه زي لما تعيد الخطأ مرة ثانية قد اليوم انا اعصب شوي بعدين عقوبة يمكن انا ارتفع صوتي اكثر لان مو اول مرة تناقشوا ياتش ولا ثاني مرة تناقشوا ياتش ولا ثالث مرة تناقشوا ياتش وانت اليوم تبي تحافظ على قوام هذا البيت في عيال في كذا في هالامور ما تبي تتوصل الى النقطة الاخيرة اللي هي الطلاق فتب يتعدل في الموضوع لما يي واحد يلحق على المرحلة الرابعة مو المرحلة الرابعة في الكورونا المرحلة الرابعة في المشكلة راح يشوفك وانت تتناقش مع زوجتك بصوت عالي فييش يقول لك يقول لك اخوي شوي شوي لان هذا ما يدري ان انا متكلم وياها شوي شوي وبعدين احتد الموضوع وبعدين قامت عيد نفة الخطأ وبعدين تعيد الخطأ انا ليش ضربت المثل بالزوجة ليش لان المفروض ان تكون هذه علاقة بينك وبين زوجتك انت متلق طبايع وهي تمتلق طبايع تختلف عن بعض الله وفقكم وتزوجتم مع بعض الان انتم بنيتوا اسرة فعشان تتكملوا المشوار هذي لازم يكون شوي تنازلات هنا وشوي تنازلات هنا وقد اليوم تختلف فيها الاطباعة فضربتانا المثال انك انت شلون تتكلم مع زوجتك تدريجي شوي شوي هذا المثال هو قياس للناس اللي كانت تتكلم ان انت يا صالح قسيت شوية على الشباب وعلى بعض البنات البعض طبع من الشباب والبعض من البنات اللي تكلمنا عليهم على موضوع المخدرات والسهرات والسوالف والخرابيط اللي ابس تكلمنا عليها يا استاذ الفاضل هذا الكلام تقوله لمن يكون الشخص توه في بدايته توه انا قاعد اكلمك على ناس صعيدينهم ناس خالصة معدي المراحل الاربعة هذه طايفة يعني المفروض يكون الاب واصل فانت اليوم الشخص هذا عشان تصحيه وتقومه من اللي هو فيه لازم تعطيه كلام قاسي عشان يحس عشان يفهم عشان يوعه سواء كان اهوة او سواء كانت البنت او سواء كان الاب الالهي ما يدري اهتماماتي شغلي شاغل اشتغل وهي بفلوس واعطي البيت وكان الله افو الرحيم انا مو فاضي اقعد اربي وانا ما لي خلق والله يعني اربي وكل شوية وداقين عليه ترانا من الصبح اطلع العوار راس ترانا مو فاضي حقك وحق عيالك هذا الاب والكلام القاسي ايضا اللي كان حق الام اللي مو فاضيه تي اللي هاليوم المدرسه اصلا ما ينادون الام والله البعض ما ينادي الام ينادي الخدامة ميري حطي غدا اه ها ها هذي الام هاي تحط لهم غدا والسائق صاعد وراهم شايل لجنات وهما يحطفون منابسهم وتيم يري وتلملم الأغراض وتحطهم بش عارب ايه شود الام توها فاتش عينها من النوم يا الله ويا كريم غديتها وزي جينا لا 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 تحاتي مناسية اليوم ان شاء الله ساعة خمس مفاضية ساعة خمس بتروح يروحوا يقعدون بالقهوة يشربون كوفي تدريين قهوة العصر والشذي الله يرحم يدك صاروا رحين يلازم كوفي يقعدون شي مفاضية فتروح تبت تتكلم وياها ومش عارف ايش بالليل تبتروح تتعش في مطعم المطاعم وبعدين عندها تبت تشوف الاسناب مالها وتبتصور شمصورة وترد على التعليقات فمفاضية اليوم تجاب العيالها وبناتها وهذي الله فمفاضيين هذي الله هذا الاب وهذه الام وهذول اليهال اذا اذا ما اجي اسمع كلام يهز بدنه ما يتعلم يعني انتو تعتقد لو انا طلعت على الهوة وقلت حق الام يا استاذة يا فعل يعني انا ادري لش حق تروح انت قديم في القهوة بس يعني ما يخالب بيت تتعتقد انها يعني هذه النوعية تتقبل هاي الطريقة في الكلام لا هذي تعتقد انها هي افضل انسانة محامضة على بيتها هذا الرجل اليوم لو انت انتقته يقعد ويطيق بالمسباح الشذي بالدوانية يقولك انا عيالي لما اربيهم انت متى ربيتهم عشان تروح تتكلم عن تربيتهم هذه الناس ما تستوعب في الكارثة والمصيبة الا لما تطيح المشكلة هذي اللي امس تكلمنا عنها لما تلقى الولد تطيح في المخدرات ولا الابنية قاصر تلقاها تغيب ولا هالبلاوي ولا هذا الله يبعدها عنكم وعن كل من يسمعنا وان شاء الله يا الله يا كريم لو يتوب عندنا شخص ولا تتوب واحدة من بعد اللي قلناه امس واشكروا الاخوان في السوشال ميديا ويعطيهم العافية ما قصروا على هذا الانتشار اللي في في المقطع انا ما زعل ترى من ردود الفعل والبعض اللي يقول لك شوف البعض يقول لك والله انه يعني بس انت يعني صارخت وايد شوف استادي الفاضل خلني انا اقول لك كلمة علشان تعرف الموضوع الجزء المهم انه لما يرن تليفونك وتسمع ام تقعد تبشي وتتكلم عن مشكلتها مع بنتها اللي صار لها اسبوع ما تدري عنها والابنية من حاشة او صايرة مشكلة وكذا تحس باللحظات الندم اللي اللي الام عايشة فيها او الاب او البنت لما تتكلم تقول ابوي وامي ما يدرون عني عمي انا ولا الولد لما يقول لك عمي انا من سال فيني عشان انا اعيش حق هذا لما تي تطرح القضية هاي قلبك يعورك فانت اليوم من كثر ما انت قلبك محترك على الناس ومحترك عليهم لانه انت المفروض لما تبتي تقدم وتقول هاي القضية وتتكلم فيها على الامر لان تتكلم بقلب محروق قلب محروق انا اقدر ترى اطلع واجدر اقول لك هالكلمتين هذه احنا رسالتنا حق الاب اه والله يعني اتمنى ادير بالك على عيالك والاخت الام ان شاء الله يعني ترى عارفين عارفين يقول لها لحد شي هذا فانا اتمنى من الاخوان ومن الاخوات ان اليوم لما تكون هناك رسالة وقلت لك احنا كلنا يعني ما تعلمنا ولا مشينا الا من كثر ما اخدنا النقد وتعلمنا فيه وانا اتمنى ان الرسالة لما توصل لانه والله العظيم قسما بالله انا لما اشوف الاعلام الامني ويهي خبر تم القبض على شي والله نحزن ترى ما ندري منه هذين الاشخاص بس نزعل نتضايق وما حد يتمنى الشر حق احد لو عدوك والله ما تتمنى على الشر فانا اتمنى يعني ان هذا المسيج اه يوصل عندنا حديث كثير اليوم عن الجامعات وعن المنصة التعليمية والفيديو اللي اجلناه وتكلمنا فيه ولكن اليوم عندنا شي بعد عطا عطا لحصائية مالت الصحة يعني هذه صارت حديث الشارع اليوم اه لحصائية اليوم شوف سبحان الله على طول اروح على اربعمية وتسعين حالات التشافي خمسمية وخمس حالات حالات اه تشافي بصورة اه اجمالية ثلاثين الف وثمانمية وتسعة عدد الاصابات بلاش نعاد نفرق ها اه عدد الاصابات ثمانمية وستة واربعين اه اه اجمالي واحد واربعين الف وثمانمية وتسعة وسبعين اه اجمالي حالات التي تتلقى العلاج ثمانتالاف سبعمية وثلاثة وثلاثين حالات الوفاة الله يرحم وما يرحم اه امواتكم ثلاث حالات وفاة اجمالي حالات الوفاة ثلاثمية وسبعة وثلاثين عدد المسحات اللي تمت في خلال 24 ساعة 3958 اجمال الفحوصات اللي تمت 365 1224 الحمد لله رب العالمين حالات العنان المركزة بنزول الله يشافيه ويشافيه مرضاكم 153 حالة عدد المصابين اللي احنا تكلمنا عليه اللي هو 864 يقسم الى جزئين الجزء الاول هم مواطنين كويتيين وهما 490 مواطن كويتي 490 كويتي يمثلون 57.92 يعني 58% كويتيين من الجنسيات الاخرى 356 ويمثلون 42.8 في الامية يعني خلنا نقول 43 هذه الاحصائية اللي انت وقاعد تشوفونها المصابين حسب مناطق الصحية 291 في منطقة الجهراء و200 وين هذي المثين وين احمد الحمدي الحمدي 291 في منطقة الجهراء اول واحدة شنو هذي اول واحدة الجهراء 291 في منطقة الجهراء الصحية بعدين 200 في منطقة الحمدي الصحية بعدين 140 في منطقة الفروانية الصحية 122 في منطقة حوالي 93 في منطقة العاصمة اعلى المناطق السكنية 59 بسعد العبدالله 56 في القصر 50 في العيون 35 تيماء و27 في الصباحية و25 في حوالي خمس مناطق ست مناطق هم الأعلى خمس مناطق منهم مناطق الكويتيين الصباحية تيماء العيون القصر سعد العبدالله هذول الخمس مناطق وهذا العدد اللي انتوا قاعد تشوفونه 490 مواطن كويتي عندنا اختلاط وعندنا وتكلمنا في هذا الموضوع وتكلمنا في هذا الجانب كثير وقلنا انه في دواوين قلنا انه في زيارات قلنا انه في عروس قلنا في كثير من الأمور اللي الاخوان قاعد يعني تصير عندنا في المجتمع ما تبي تأخذ الحذر الناس ما تبي تتعلم ما تبي هالأمر هذا كله الناس يعني وائد مضايقة من عملية النريمت وكذا وفي خبرانا يمكن نزلتها بعد حق أحمد اعتقد نزلها بعد عنده يا مالألمانيا بعد شوية راح احط لكم يا هذا ردا على الفيديو اللي قبل ثلاثة أيام تكلمت فيه انه بعض الاخوان اللي قاعد يصورون احنا في ألمانيا وهذه الشوارة وألمانيا ما فيها شيء والحياة الطبيعية وأنا ما نعارف ليش انتم سوينا خمس مراحل ثلاث مراحل وما أدري ليش وأتكلمت عنها على الفيديو ونفس الشيء الفيديو الثاني في لندن وهذه الحياة وماشية طبيعية والأمور الطبيعية وأنتم كبرين السالفة واذي وشلون وتخبط وهالأمور هذه كلها هذا الفيديو يمكن تكلمت عليهم أنا قبل ثلاثة أيام اللي هي كانت منتشرة اليوم هذا الخبر موجود من ألمانيا 19 حالة وفاة أنا أتمنى الأخ اللي قاعد يصور في ألمانيا المراسل اللي قاعد يطرش في ألمانيا أتمنى يصورنا فيديو ثاني عشان نشوف الحياة الطبيعية اللي اللي ماشية شنو عواقبها 19 حالة وفاة و 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا برلين 24 6 كونا أعلن ألمانيا اليوم تسجيل 19 حالة وفاة بالإضافة إلى 587 و 880 إصابة بفيروس كورونا المسجد وهذا كان طبعا نشره اللي هما المعهد تفاصيله أبي وصل لك إلى آخر شيء وقال المعهد أن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات 8,914 شخص متوفي 8,914 يعني 9,000 شخص متوفي في ألمانيا بينما حالات العصابة التي وصلت إلى 991 1449 حالة هذا خبر موجود تقدرون أن تشعروا على كون ألمانيا 24 6 كهية على الجنب هني هاي ساعة هني مكتوب عندكم تفاصيل الخبر مكتوب بالتفاصيل وبالدراسة وهذه الأمور اللي كانت موجودة لما تيت تتكلم لا تي وأنا هالكلام قلت مليون مرة لا تصيرون عباقرة وتطلعون وتشوف أنت تصور لي ألمانيا وتقول لي ألمانيا الوظ طبيعي والحياة عايشة شحقها يمتعب نفسك يعني شنو اليديد ولا مصور لي لندن وتقول الحياة طبيعية تعال يا أخي تعال أنا أقول تعال على البلاجات ساعة ثلاث الظهر ليش ساعة سبع إلى ربع أو ستة ونص حياة طبيعية تعال على البلاجات العالم ما لك تفكر في جزء مهم اليوم بعض الدول قعد تفتح لأسباب اقتصادية مو لأسباب صحية مو لأنك تشفوا أن كورونا حتي فاضي يا عمي يلا مشيها شنو هذا منظمات الصحة ومنظمات العالمية إلى الآن قعد تحذر من هذا الموضوع وقبل يومين قلت لك أنا على بكين وأرجع اليوم أيضا كان في خبر باشر لحط لكم يا على نفس الموضوع هذا فلا تأخذ الموضوع إننا إحنا وليش ومش عارف لا تطالع الموضوع من هذه النظرة وأنا راح أقيصتك اليوم الموضوع الجزء اللي أنا بيتكلم عليه وهو المهم أن الجانب التوعوي أنت اليوم محتاج إلى شنو إلى توعية الناس واحد يقول لي صالح ما أقول اليوم كل هذا وما عندهم توعية أنا أقول لك عندهم ناس وائد توعية بس عندنا جز جز طاق التوعية بالطوفة وقلت لكم أنا أنا قلت لكم قبل الله أتكلم على الأرغام أنا قلت لكم أنا بعيني قلت لكم قبل أربعة أيام في جمعية النزهة أنا قلت لكم كنت رايح قلت لكم يوم قلت لكم البنت ما عندها كمام نازلة حطة كالنقس على جسمة وشباب قاعد يتمشون ثلاثة بدون كمام يا أستاذي الفاضل ليش أنتوا وايد متعبين نفسكم يا حبيبي بدتا بالسيارة مو تروح تداو مدرينة تروح الجمعية مشان اطلع على خط البحر اطلع من مجلس الأمة لشاطة أنجفة شتابي باعت من كل الخط روح أربعة ونص روح أربعة ونص وسكر جاماتك شغل مكيف وتمشي شوف على اليسار شوف السيارات شوف عدد العالم اللي برا وشوف العالم على البحر شوف الناس والعالم والدنيا واحد يقول صالح ملت أنا ما عندي مشكلة أنا أدري أن العالم ملت أدري أدري أنا واحد من البشر أنا عايش وياهم ترى ومن قال لك أنا يعني يعني أوكي أدري أننا بيتنا الحمد لله رب العالمين 2000 متر أوكي أوكي عندنا ارتداد احنا تقريبا محدود 600 متر برا بس نضيج هم تضايق يعني شذي عمي أنا قاعد بشقة أربع غرف شنون يعي تقول لي ملل أنا حالي حالك شنون أنا وزوجتي وعيالي والخدامة يعني الله يخلي بيتهم اللي سايق عندهم بعد لو سايق عندنا بعد عزلنا مبشر احنا بعد هانا قاعد شقة أربع غرف شنون اللي يعني شعندنا عندنا ارتداد عندنا بلكونة عندنا سطح اليهال يسبحون في شعند نا وهذا الباب سكر الطل شديد الممر الطل شديد غرفة خلصنا وإحنا حالنا حالك قاعدين اربعة تشهر عمان قلنا احنا مو بيوتنا من قايلك بيوتنا احنا 13 آآ تقول لي تروح البحر اقولك روح البحر روح البحر بس اخذي الاجراءات ما نؤتك اللي انا قاعد اشوف ان العالم كلهم يعني العالم جديد صايرين لامين على بعض لا مو مجبور يا اخي تروح البحر تبي تغير جو معاك حق كيفك بس وخر عن العالم هذي وخر عن هالناس وخر عن هالعالم وخر هذا احنا العملية دكتور عبدالله سند نفس المهم كلام قاله مهم اليوم قاعد اقول هذا الكلام وهذا قاله مو انا والله يا جماعة امس المؤتمر يمكن موجود عندنا الفيديو ولا مو موجود احمد موجود الفيديو دكتور عبدالله سند اهو قال اسمع شي يقول يقول المشكلة ان الفيروس بلش اش حق انا عبدالله سند موجود انا اتكلم عطنا عبدالله في البداية كانت نسبة كبيرة من الاصابات من العمالة اما حاليا معظم الحالات هي لأسر او عوائل تصاب باكملها اسر من المواطنين وكذلك اسر من المقيمين عندما يتم وقد تكرر هذا اكثر من مرة عندما يتم اخذ التاريخ المرضي والتقصي الوبائي نجد ان معظم من في المنزل الملتزمين في الاحتياطات الوقائية اذا فما السبب هناك اشخاص محدودين في العائلة هم من اصيبوا في البداية وجر انتقال الفيروس للبيت باكمله نحن نتفهم ان هناك من تحتم عليه وظيفته او التزاماته الخروج للضرورة فذلك بالنسبة للاشخاص هؤلاء الذين تحتم عليهم ضرورة الخروج تقع مسؤولية حماية كبار السن عند العودة للمنزل او من يعانون من امراض مزمنة او ممن تكون لديهم المناعة كلام منطقي رأي يقول نحن نعلم اكثر على الدرساني يقول نحن نعلم ان هناك من الاشخاص اللي قاعدين في البيوت ملتزمين بال الامور والتوعية وهذه الامور وغير مخالطين ولكن البيت شون ينصاب لما اييك واحد مخالط ويديش عندك البيت يقعد وياك حين واحد يقول لي مو مرأي مشتراضة السياحية يعني خلنا أعطني مثلا مثال صالح عبما مثلا مثال حاضر مثلا انت واليوم في البيت ملتزمين حلو بس مثلا من اللي مو ملتزم زوجتك مو ملتزمة شون صالح مو ملتزمة انت نايم دقت على الصالون شلون كمش اخبار سوون هاذ اضافر وشار ايه نسوي محظين اختيحنا ماخذين كل امور العناية كمامات ومطهرات وهالامور هاي كلها ايه قواكم العنوان دزل العنوان يأتي للاخت دشت مالت الصالون مع عدتها وجنطتها ثنتين وقعدة وبسطة الاخت قاعدة واتساب يفرقون بريولها وخلصت قطت التليفون فرقوا ايدينها وطلعوا هذين ثنتين مو على اساس ان هذين خلاص من بعد ما طلعوا من عندك اختي بتطلوا عمل قالوا خلاص احنا كل ثلاثة شئر ناخد زبونة واحدة مو هذين قبل اش راحين ثلاثة عش بيت وامس راحين عشرين بيت وقبل غير عشرين بيت وعشرين بيت فهم يمكن يكون ما فيهم شي بس من الاخت هذي ليه الاخت هذي ليه الاخت هذي ليه الاخت هذي فانتي حضرت جنابج وحوشش فيروس فتقومين حنونة يعني يدوم عليك الحنان هذا ان شاء الله ايه ولدتش نصغير تلمينه كذا مش عارف ايه شو مع الاكل وهذا راح الولد الولد مع الابو راح مع اختي مانا البيت راح قبل العمي ليه عشان يعني انا واحد يقول لي صالح يعني هل معقولة تخلي ضفرها اقول لك لا لا يعني ضفرها ولا الفيروس لا ضفرها مهم جدا هذا خاصة اللي صغير هذا هذا واقع باح يقول لي صج والله العظيم دشول جمعية زي عندكم جلافز زي اكو شي اسمه چيز جمعية ما في غلافز چيز جمعية حط چيز جمعية على العربانة وسحب فيهم ما في جيز جمعية البس كمامك يا اخي يعني انا ما ادري يعني يعني العالم ما يبي يلبس كمام ما لي عارف تابون باشر يعني اقعد هنا انا جدامكم ما ادري انتوا شايفيني قبل انا كنت كنت دكتور قبل انا انا كنت دكتور يعني انا حالي حالكم انا ما بحياتي البس كمام ما لبس كمام تابون باشر اقعد اقدم حلقة كاملة ساعة بالكمام شايف ساعة اقعد جدامكم ساعة طيب شايفيني ايه في ضيق تنفس في ضيق تنفس يعني تحسي ضايقك اكيد طبيعي يعني امر طبيعي تبكي ضايق بس حبيبي الحين انا حط الكمام وذش الجمعية ولا انا جدام العالم فاش كمامي او مسوي الحركة هذي حلوة تعجبني الحركة هذي الحركة ليش حاط كمام يعني اللي يشوف هذي يقول والله مثلا الحالق السكسوكا ومطير الشعر وبيتغطيه ما شحكه حاط كمام اويك النظام اليديد يغطي الحلج ويحط الخشم ليش حاط كمام حط كمامك يا اخوي بحيدر انا ما تدري انت انا مدخن اوكي زين بعدين وهنا يضايقني امي امي الله يحفظ امهاتكم يطولوا بعمركم ويطولوا بعمر الوالدة ويشافيها يا رب امي انت مو كبر من امي وبي مريضة كبيرة اذا خذيناها من البيت ودناها الطبيب تراجع ولا شي تلبس كمامين كمامين هذي الزرك وتضايق وتتحمل من قاعد اذكر مك انا مرة الله اعطيها طبط الامر ويخليها تاج على رأسنا 80 سنة انت من انت عارف تتحمل هذا الموضوع ما يسير يا جماعة فهذه احتياطات مو عشان مو عشان الجمعية مو عشان الماكرونية لا تخترب لا عشان عيانك واشرة بترجع بيتك يعني هذي امور منطقية انا انا اليوم انا اليوم رايح المكتب اليوم 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 رايح المكتب والله العظيم انا رايح المكتب لاز كمامي لابس كمام لابس كمامي واقف واشه دامي المصعد فتح المصعد دشة واثنين واثنين المصدين كمام وقال لي تفضل ماذا شيت يعني كل العملية اللي راح تتأخر المصعد راح يروح يوصل وين بيروح اخرته دور الاثناش يصعد دور 12-13 بيرجعلي بس ماني مجبور انا باشر والله عشان والله مستعيل اي انا اداهش حقه اوكي احنا نابسين كمامات ايه بس المصعد ترى مو اربعة باربعة يعني اقل المسافة راح تستير بيننا 20-25 سانتي ليش لا يا اخوي مشكور تفضل اصعد اصعدها ونزل المصعد مرة ثانية ايه تنزل المصعد كان لافرع لابس دستي طقيت هذا وصلت المكتب فصغتم بسلت ايدي واشتغلت اخاف على الاسنسي لا اخاف على نفسي اخاف على عيالي اخاف على زوجتي لان باشر تروح حق امها تعطيها الابر صارت لها مشكلة الراحة لهذا ووسع واخذ الحجية وراحتيني وراحتيني وبعدين انا امي لا قدر الله اذا ما تيه تروح طيب تقوم علي تعال مثلا انا او خالد اخوي الله يطول في عمري علي لي يوم امر اوديها المستشفى يعني اوديها المستشفى فليش نقل لها المرض احنا ماخذين يعني انا اذا مريت يعيب لها شيء مسافة مو وقل من 10 متر بيني وبينها بس انت لان تاخذ الحرص انا بس اللي ابي اقوله قبل لا اطلع الفاصل يا اخوان والله العظيم الموضوع وايد بسيط وانتم كبرينة ملينا وطقة شبدنا وزاق كلنا زهكنا ما حد راح يقبل ولا اكو انسان في الكون في الكون في العالم يحب انه ما يعيش في الحرية اللي هو يبيها انت النوم 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 لو يرزمونك فيه طيج شبدك لو ييك واحد نفس الى الحين انت هذا الميثار واطلع فاصل انت الحين عيالك عيالك ايان المدارس ايان المدارس لما تحن على نواسه ساعة ثمان نام 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 ما يحب ما يحب انت بتجبر ان ينام حلو اهو قاعد ينام مخصوب عليه الدم مضروسة هاي لما قاعد يقوله نام تم وقاعد يقوله شيء قاعد يقوله ارتاح نام 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 بس ما يبي ليش لان البني ادم يبي ينام وقت اللي يبي يقوم وقت اللي يبي يأكل وقت اللي يبي يطلع وقت اللي يبي طبيعة البشرية هذي فانا اليوم لما اقولك ها بعد السبب ما اطلع البيت تحس ان اكو حتى لو ماذا تروح مكان طبيعه اه لا تطلع كمامك لا يعني هذه اجراءات عشان مصلحتكم والله مو دفاعا لا لي علاقة في وزارة الصحة ولا لي علاقة في صحة العالمية ولا لي علاقة في المانيا انا قاعد اقول عشان مصلحتكم وعشان صحة لكم بدل لا باتش ليوصل الامر ولا قدر الله وان شاء الله يا رب ما نسمع هذه الاخبار يلا نشوف واحد من اهلكم او احد من اخوانكم او عزيز عليكم مصاب ويتكون حالته لا قدر الله سيئة او في العناية المركزة او لا قدر الله حالة وفاة ونندم ان احنا اليوم ما اخذنا اجراءات اليوم تقول لي هذا قضاء وقدر اقول لك الموت موجود بس انا على الوقت شوية اتحذر في اني انا اوصل هذا الامر حق بيتي وحق ايالي اضمن الفاصل رجعنا عليكم اه مرة ثانية ما شاء الله المساجات اه شغارة يعني ساعة اصورف واحد دازلي يعني الواتسبات والعالم وهذا يقول مشكلة الجامعة هاي يقول مشكلة مش عارف ايش وهذا يقول واحد دازلي يقول الكمان من وين عشرة الاف اكاونت بالانستجرام يقول والله ما ادري من وين يعني 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 ايبيل يا والله ما ادري يا اخوي اه نرجح حق اه اه موضوعنا قبل اه فترة انا تكلمت على موضوع وايضا الاخوان ايضا اشكرهم صراحة اه غلاء الاسعار وامور غلاء الاسعار وشذي وكذا وهذا زين وامس ايضا اكدت وانشان هاي اشكر الاخوان في اه يعني سوشال ميديا انتشار المقطع هذا ويعني بالنهاية الكلام يعني لما انا ما ادري يقولون المقول الكلام لما يطلع من القلب وان شاء الله يكون من القلب يعني بإذن الله اه يوصل للقلب اه الاخوان حقيقة يمكن ايضا اخونا يعني عبدالله النجدي مسي عليك بالخير من اتحاد الجمعيات مشكور على اتصالك امس وكلامك يعني بس اه يعني موضوع الابليكيشن طلع بعد الكلام وبعد هذا فما علي جه جبار يعطيكم العافية قواكم الله وان شاء الله يعني اه رح ناخد تفاصيلة اطلا اله هذا الاخوان في اتحاد الجمعيات تعزيزنا للشفافية التعاونية تجن منصة الالكترونية بالقضاء على غلاء الاسعار فهد الكشتي اه اطلاق اه تطبيق جديد يحمي المواطنين من الجشع والاحتكار الباركود يفعل الرقابة الشعبية على الاسعار التنسيق مع التجارة والشؤون لضبط الاسواق جولات ميدانية تحقيق للرقاب للرقابة الفورية في الجمعيات والله يا فهد يعني اخوي فهد الكشتي انا الكلام هذا جميل ويعجبني صراحة وانا اشجع هذا الكلام اللي انت قاعد اه تقوله والتطبيقات اللي احنا موجودة انا يعني ما عندي تفاصيل على هذا الموضوع اه بس ابي احاول بقدر الامكان ااخذ اه يعني الاخوان اه في اتحاد الجمعيات عشان اعرف الثلاث امور الرئيسية اللي مكتوبين هم الباركود شنو والتنسيق مع التجارة اللي هو الاخوان والكلام اللي قاعد يقولون الاخوان في اتحاد الجمعيات الان هذا طبق ما طبق هنا التفاصيل هذا يحتاج ان انا اخذه من الاخوان في اتحاد اه الجمعيات الجزء الثاني وهو الاهم النشاط اليوم لما انا اشوف الاخوان في اتحاد الجمعيات قاعد اشتغلوا هذا الشغل اطلاق تطبيق جديد للمواطنين وهذا الامر هذا شي يسعدني اوه وايج يسعدني شنو علاقتك طبع مواطن كويسي انا اكيد السانس لما اشوف هذا التطبيق راح يعني يقلل الموضوع الاسعار يسوي كنترول يسوي هذا الامر اتشرف وانا من قبل وهذا الاقتراح اعيد مرة ثانية اقوله قلته قبل سنتين وقلته لكم وارجع اعيده اقوله مرة ثانية ترى والله الموضوع بسيط والله العظيم انا ترى مو تعاوني ولا اشتغلت بجمعية ولا مرشح الجمعية التعاونية ولا مقدم على وظيفة في الجمعية التعاونية والله لا ييب اليوم اللي يكون فيه عضو في جمعية تعاونية انا صلحت اقتراح بسيط كل سلعة في الجمعية التعاونية وهذه رسالة حق اخونا فاد الكاشتي انت كل سلعة موجودة في الجمعية التعاونية هذا القلاس ماركة الفلانية عندكم بانتحاد الجمعيات سعره 150 فلس ويطلع فيه كتاب يروح كل انتحاد الجمعيات هاي طريقتكم الطبيعية اللي انتو ماشين فيها فكل شي موجود بالرفوف عندكم تسعيره لان كل شي بدش الجمعيه اول شي اخذ تسعيره من عندكم سعرونه بعدين يروح انتحاد الجمعيات انا قلت لكم اختراح يا جماعة نفس الباركود اللي موجود على البضاعة نفس بعض الاسواق الموازية لما مثلا شغل عارف سعرها تي تحطه تحت الاسكان يعطيك سعرها انتو حطوا اسكان في سعر اتحاد الجمعيات الرئيسي مالكم وانا اليوم هي الوضاعة لما اشوفها وشوف سعرها غالي اعطيكها بالاسكان راح يطلع لي السعر مالكم لرئيس شيم واشوف الجمعيه شام حطته اذا بالاسكان دينار ونص وعندي مكتوب دينارين معنات ان الجمعيه لعب عليه بنص دينار الان الجمعيه ما اخته غالي ما اخترخيص التاجر راعب عليهم انا مش عالي بس انا كمواطن اشتكي فانتو اصلك هذه الهين الجمعيه توقف التعامل مع التاجر التاجر تقع يلعب على هالجمعيه وعلى هالجمعيه مواضح الموضوع بسيط جدا سيستم احنا الدنيه ترى كلها مربوطة بكمبيوتر كل العالم الحين مربوطة اني بكمبيوتر كان الله فور رحيم ديك على ولدك انت برا الكويت وقعت تسول فيها ساعتين كمبيوتر كلها شبكة ودنيا وانترنت وهذا سهل فانا اتمنى ان التطبيق هذا حاول باشر اخذ اخوان في يعني اه اتحاد الجمعيهات وكفكرة امانة قواكم والله بس احنا بيشوف شنو الامر اللي نتكلم فيه عندنا فيديو مال منصه التعليميه انا ما اعرفته اني اجلته والتأجيل كان يعني على قولاتهم عشان انطر شويه انه قلت يعني اكيد انه فيه فيديو ثاني الف المية يعني مستحيل يكون ان هذا هو الفيديو الرئيسي فامس ايضا كلموني اخونا العزيز مخرجنا اللي قدمنا التحية محمد عز على جهدك يعطيك العافية ويوسف واخونا العزيز معدنا احمد الغريب اصار نقاش على هذا الموضوع فقلت انا الحلقة امس ممكن الوقت اخدنا وشذي اجله فقلنا خلنا نسوي بحث نسوي ندور مني مني نشوف يعني نلقالنا الفيديو مسوينا الاخوان في وزارة التربية عن المنصة الالكترونية كان فيه فيديو شخصي يتكلم قلت يمكن انا هذا مراسمي وفيه فيديو مسوينا مدرسة المدارس اعتقد يمكن مدرسة بالجهرة ما ادري يمكن والله وفيه فيديو ثالث اللي هو يعني ما الوزارة التربية هذا الفيديو اللي كان موجود احمد عندك الفيديو اوكي هذا الفيديو الثالث هو اللي انتشر الان الفيديو ما يعني مع كل الاحترام من الاخوان في وزارة التربية وهذا الجهد الجبار ما انا اعارف اللي انتو قاعد تتكلمون فيه وانا ادري ان فيه مادة عندكم يعني بالتربية يعني فيه مدرسين عندكم يدرسون حاسوب واكو ناس عباقرة موجودين عندكم في وزارة التربية ما شاء الله يعني فطاحل واعتقد ان يشتغلون في مواقع الالكترونية ويشتغلون بالدزاين ويشتغلون بالقرافك وبالتو دي وبالتري دي فاعتقد كان مفروض يطلع فيديو يعني فيديو انا اليوم ما بي اقول هذيرا الاخوان وقدم لهم تحية يعني المتحدث الرسمي طارق المزرن فريق كامل عنده فريق كامل قاعد يشتغل مركز تواصل حكومي قاعدين فيديوهات تشوفهم 3D وغرافيك ورسم وشغل حلو مرتب وما كذا كذا وزارة الاعلام وزارة الاعلام عندهم منتيرية وغرافيك ديزاين ما شاء الله ما شاء الله عطل فكرة خلال اسبوع يسلمونك شيء رائع بس ان اليوم انا اطلع في المنصة التعليمية بالطريقة هذي ما ادري اول ما صراحة ما ادري اطنا الفيديو خلنا نشوف شغلنا الفيديو هني هذا الفيديو ننزله بداية حلوة غرافيك شيء زين نوعا ما حلو ما ندلع مشكلة الان اني اني اندش يعني اشبه بباوربوينت كتعرضون باوربوينت اذا يعني انا واحد من الاخوان عند شركة صغيرة كن فيها 4 موظفين 3 موظفين عند ابلكيشن بس انا من باب الدعاية ما عرفته بليكيشن بليكيشن يبيع بليكيشن عند ابلكيشن يبيعه ودك الفيديو ما يخلص ودت دقيقتين يعني هذا الفيديو شنو هذا يعني هذا اليوم قاعد يعلم طلبة رابعة ثانوي بالطريقة هذه اضغط الزر واضغط بها جماعة الفيديو لازم يعني الكواليتي الكواليتي والله العظيم هذا الكواليتي اعلى الكواليتي اللي قيناه الجزء الثاني هذا شغل باوربوينت يعني شوف حتى الكلام مواضح اللي انتوا حطينا السرعة اللي موجود يا جماعة انتوا تبون فيديو تشنحون فيه ولا تبون فيديو حق الانستغرام اذا الاخوان ليه الحين حسبالكم من الانستغرام بس دقيقة لا لا الانستغرام ياخد ترى حتى خمس ساعة دقيقة ياخد الانستغرام انتوا تبون فيديو تعليمي ليش ضغطينا دقيقة واحدة ليش ليش عشان ينتشر بالواتساب ترى اكل يوم اكو فيديو ست دقايق تسوي له ضغط مينزلك bleedimala يعني عندنا احنا عندنا موعدن انا انا اقول لك هذا بنتي انا والله العظيم ما اعاند انا 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 امسوي لمنصة حقها اzz ا عن طريقالش اسمة عن طريق الموقع انا قاعد اقرأ وامش علي ليش دقيقة وليش بها السرعة وليش ليش شديه ليش 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 وبعدين ثلاث تشر انت اليوم في وزارة التربية يا اخوان معقولة ما في حملة اعلانية تواكب هذا الحدث اللي انتم بتسوونه ارجو يعني انا اليوم معاكم باكم وين البوستات وين يا جماعة ترى يعني انا ما ادري الاخوان يعني انا ما اقول شيء للاخوان في الوزارة ما عندكم جماعة انتم عندكم بنت عقدون مع شركات مليون شركة موجودة في الكويت اصغر شركة تسوي لك احلى فيديو وغير الفيديو وعلى فكرة ترى الفيديو هذا كم بكلفك ودنيا وعفسة وفويس اوفر يركبون لك ياه وكذا مع الفويس مع الفويس يعني الانيميشن يتحرك واذا يقول لا ادخل الرغم هنا وشدي وكذا واذا صاروا ياك هالمشكلة انيميشن حلو يا والله العظيم اقسم بالله وانا يعني انا 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 يعني مستعد اكلم يعني ما عندي مشكلة واحمد الفضل اكيد يرحب اكثر مني انا اقسم بالله قنوات تسوي انيميشن وهالامور هذي انا ازعل يعني بالنهاية هذه وزارتنا هذه وزارة اعيالنا خرجتنا سوتنا احنا فاحنا ما نقبل اليوم فيعني يا اخوان رسالة حق الاخوان ارجوكم طلعوا فيديو حق المنصة بشكل لائق اكثر من شدي 3D انيميشن موسيقى تسويرية معاه voice over رح يتكلم شي تشويقي انت قاعد تخاطب ناس اعمارهم سبعتعش سنة 18 سنة هذا الجيل يديد امو الانيميشن شايف يعني الجيم الجيم اللي يلعبه قاعد يلعب 3D يعني الكمبيوتر 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 الفريمات اللي قاعد يطلع فيها الصورة فهذا لما يشوف يعني عيال شايف تصاميم شايفين تصاميم في الانستقرام شايفين ديزاينات شايفين عالمها ما يصير تعامل في هالطريقة هذه الفين وعشرين طلع شدي ما يصير يا اخوان ما يصير والله حرام والله ازعل والله اضايق وزارة بهذا الحجم من الميزانية يعقل لا ما يصير يا اخوان ما يصير يعني صجل شيء يقر والله لما وانا قاعد يقولك والله العظيم الفيديو عندي ياما اليوم الاحد وما عرفته قلتها وقلتها الكلام حق احمد بالاجتماع قلت لأحمد انا اعتقد فيه فيديو ثاني سوسيرج قال لي بوحيدر ما في هذا الفيديو اللي على الاكاونت مانهم بوحيدر هذا اكاونتهم الرئيسي فيا اخوان ما يصير احنا اليوم فيديو تعليمي بهالطريقة هذه معقولة احنا اليوم وزارة نطلع بهالطريقة هذه جزء الثاني بتكلم فيه يا اخوان ارجوكم احنا اليوم قاعد نبلغ يعني انتو انا تكلمت انا تكلمت قبل اربعة ايام عن الجامعات الخاصة وقلت لك يا معاني الوزير انتو وقفتوا الانلاين وهم كانوا شغالين اونلاين ليش ثكرتوا عليهم الصيفي ليش ثكرتوا الصيفي اليوم طلعتوا قرار فتحتوا حق الجامعات ان يشتغلون اونلاين صيفي اقول لك شيء واسأل الجامعات الخاصة واذا احد من الجامعات الخاصة يسمعنا خيديش مداخلة الحين الجامعات الخاصة اليوم وصل لهم الخبر افتحوا التسجيل حق يوم الاحد كلمت دكتورة في جامعة خاصة قلت لك دكتورة يمديكم شغال تقول ليش يمدينا كل شيء جاهز كل شيء جاهز عندنا يا اللينك موجود الكاميرا قلت لك دكتورة تخاطب يجب عليك تقول لك صالح شا تصول حان من قبل سنتين احنا شغالين على نفس الموقع وعلى هذا وانكلمهم يكلموننا ويردون علينا والمحاضرات تسجل وواواواواوا انا اسأل سؤال وانتقل حق الاتصالات والله انا قاعدت وانا سولت مع الدكتورة اقول ما سكت يمكن عشر دقائق بالسيارة قاعدت افكر الجامعات الخاصة اللي اليوم شغالة في الكويت والله يوفقهم والله يسهل امورهم والشغل هذا كله صار لهم مش كدر يعني بعض الجامعات فصار لها عشر سنوات توا عندها هذا الانجاز وهذا الامر وحنا جامعة الكويت صار لنا كل هالسنين الى الان ما عندنا اونلاين ليش وين الخلل وين المشكلة انا ترى ما قاعد اقول عن مشكلة اليوم انا ما قاعد اقول انا ما قاعد اقول عن مشكلة اليوم انا قاعد اقول هالسنوات اللي طافت خلك من اونلاين هذا انت لازم تكون مواكب للعالم الناس شغالة من اونلاين من متى من سنة يعني انا صراحة يا جماعة والله العظيم يعني انت اليوم لو احنا اساسا اونلاين يا جماعة الغرق اللي صارت في الكويت مارت المطر كنا محتاجين اونلاين قبل هالعالم شغالة اونلاين وقبله 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 الناس من الفين وخمسة مبلشة اونلاين كل شيء مبغل لاشان العالم كلها الناس كلها متخضر شوف انت اليوم شوف اعطيك انا مثال بسيط اليوم عيالنا وبناتنا وعيالكم وبناتكم كل شيء الاونلاين قا اشترونا الملابس الاكل المطاعم الدنيا كل الشيء هاللي يعقل اليوم وزارة بهذه الميزانية كل هالسنوات ما قدرتم تسويون اونلاين والله مشكلة مشكلة اننا ما تكون ما في خطة مستقبلية لازارة مثل التعليم عشان اطلع اجيال مثل هذه الاجيال هذه مشكلة لا تزعلون والله انتم اخوان وحبايب ونصكم ترى ربع وعرفكم على عين الرابع بس اقول كلمة ولا تزعلون منها كورونا والله افضحة الدنيا اطمال اتصالات بخارد ما ساكل ابو الخير هلا بوي هلا بحيدة هلا هلا عم بخارد هلا فيك حياة كلا هلا عمي طول بامرك عندي شيك وصغيرة من مصاحة الجميع ان شاء الله ان شاء الله يا رب انا استعمل تكسي تكسي البرتغالي من الكويتيين من المطار اما المطار اه فطول عمرك كنت قبل الاحداث هذه اصف عند المالية يعني ترزق الله وهذا فاليوم رح طبعا من صارت الاحداث محركت التكسي اليوم رح تحضرت انا ويا الاهل اساس نشتري شوي تغراض وهذا لقيت هذي الاهل اتكاس الجوال اللي قبل يوقفون معاي كلهم موجودين وكلهم سيارات خاصة يعني شون يصير هذا يعني قاعدهم اشترون تكسب سياراتهم الخاصة ايه سيارات خاصة يعني سيارات الفين وعشرين حديثة يعني معناتها يعني رأى المكتب اللي داعمهم بالسيارات هذا شون هذا نزيل تعرف اي مكتب تعرف اي شيء ما عارف انا عارف اشكالهم وبو حيدر عارف اشكالهم كلهم والموجودين كان عندهم تكاسي جوال نعم الحين اليوم رحت لهم ولا تكسي جوال لكن السيارات مختلفة السيارات كلها خاصة واضح 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 وانا اتمنى من الاخوان يعني هذا اول شيء المرحلة مو هاي المرحلة حق التكاسي وش هدني عنهم ويا اخوان لا تستغلوا هاي العالم يعني انا اتمنى هاي رسالة حق الاخوان في وزارة الداخلية عم بوحيدر لو احد طلبتنا قدم نفس هذا العمل الذي قدمه لوزارة تربية هل ينجح بالاختبار سؤال يقول عمي بوحيدر لو واحد من طلبتنا قدم نفس هذا العمل الذي قدمته وزارة تربية هل ينجح في الاختبار سؤال مهم والله ما ادري منو ام فايد مستشعر بالخير يا هلأ يعطيك العافية امس حطيت لقام مصري عامل مصري يبطي يم قصري التلفزيون اللي يخليش يطولني بعمرك ويحفظك لنا ان شاء الله يا رب اي والله يا الله طولنا بعمرك امريني يم اقول اي ما يمر عليك حدو ابي المصري اللي حطيته مسنوعه لقاء عامل وقعد يبطي اي ابي تعطينا رقم والله يا ام فايد اول شي جزعت الله خير على الاتصال الطيب ويزين امهاتنا الكبار ويزين هالطيبة ويزين هالرحمة وعسى الله يحفظك عيالك وخليش تاج على راسنا كلنا ينفهد اول شي اي 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 ابي حاول ما ادري والله ينفهد لانا مو انا مسوي اللقاء وما بي اكسب فضل للناس حقي انا هذه قناة ثانية من الاخوان في خدمة اخبارية ابي احاول من عيون ثنتين اتواصل اياهم ما ادري اذا عندهم رغمه ولا لا وانا استاذنت الخدمة عشان ااخد منهم الفيديو وانا اطرحت الموضوع فان شاء الله اي والله انت جزاك الله خير والله والناس تيني ينفهد والله منمسان بيرغمك بس انا والله منمسان امتأسر الصراحة بعد راس ينفهد يعني وهذا هاي طيبة اهل الكويت هذي 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 طيبة قسما بالله الان نيتش الصادقة هذا بروح بحد ذاتي ووصلنا حق الريال ما وصلنا حق الريال كافي يكلم ذج ينفهد مشكورة يمه شكرا انت مشكورة يمه انتي ومزين حسناتك ان شاء الله ترى هذي يعني مثال لأهل الكويت مثال متصلة على الفيديو اللي امس حطيتها اللي الريال قاعد يبتشوتها برغم تليفونه مساء الله خير الان وصلنا لها ولا ما وصلنا لها هذي لازم الرسالة توصل معنا ام فهد لازم تعرفون هذولا امهاتنا اللي ربونا هذي هذي مثل ام فهد وايد امهات ربونا هذولا اللي حافظين الديرة هذولا ببركة دعائهم هذولا اللي لازم اطيح على راسهم وعصالله يفوقنا من كورونا وانطيح على راسهم واحدة واحدة انبوسا هذولا البركة هذول اهل الكويت هذي لأهل الطيب هذي للي الصدقة يمشون ويعطونها تعلموا من هذي لها تعلموا من هالناس اللي كل واحد فيكم ماسك ايده ومايد على الدينار تعلموا منهم فهد يمكن انا هذي امي عشان شلي انا مون على ام فهد هذي حسبة امي وعلى راسي عشان شلي انا مون على ام فهد اني اتكلم يمكن مثل امي مو دارسة ماذا الشو مدارسة هذيلا هذيلا امهاتنا الكبار بس تعلموا تعلموا الطيبة تعلموا المعدن الطيب تعلموا الحياة تعلموا ان الناس للناس تعلموا ان اللي بجيبك مولك حق غيرك ومفاهد ما تعرف هذا يترى اللي احنا حطيناه بس قول الله من امس منايمة مقطع قلبي هسال الله يعني يرزقش برعيالش يا رب العالمين يطول عمرك يا ام فهد ويخليش دخر ان شاء الله وانا اقول هني يا لهم عيالك اللي عندهم ام بهالقلب الطيب بمشاري بساك الله بالخير بساك بالنور يا هلا حبيبي هلا طال عمرك شونك او حيدر هلا حياك الله الله عافيك ابو حيدر طال عمرك قبل اسبوع او اكثر كلمتك عن المتنقلة الفوت ترك البقالات المتنقلة بايه دزينان حق البلدية ايه في البعض شقالين بالوفرة وشقالين بالشلاهات احنا نسمح ان نقدر نشتغل ولا واقفين حال ناتذية انت عندك بقالة صح عندي بقالة وترخيص وكل ايه احنا قلتلك نفس اليوم قلتلك قلتلك تواصلت مع التجارة ما يردون اكلمتهم بلا كونت ما يردون قلت عليهم اكلمتهم بعدين قالوا لا روح البلدية البلدية قلوا لا مو مسموحين ان شاء الله كلمت تجارة اول شيء ولا ما انكلمتهم التجارة قالوا كل شيء عند البلدية كلمت البلدية عندي بالواتساب قالوا غير مسموح مو هذي مواد غذائية يعني بقالة وشركة مواد غذائية وفي بقالات موجودين بالخيران بهالاماكن هذي موجودين كثير حلو ان شاء الله تامر تامر يا بمشاري حاضر ان شاء الله مشكور مشكور ابو محمد نساكل الله بالخير هلا والله هلا اخوي هلا طال امرك بخير يعطيك العافية سلمك ابوي ساكل قومادي عندي نقطتين على عجالة اي تفضل اول نقطة طال عمرك بالقوة العاملة هذي اللي ما احنا عارفين شنو اولها من اخوتها عندي يعني نديش على القوة العاملة واحد توحد جدد انت حين يبقون الشيء الالكتوني عدل جاعد نمشي معاملته انت تجدد العاملة اللي عندك او العاملة اللي عندك يقصون منك اللي هو عن طيق اسهل اللي هي عشدة نانيل اول شي هذي اتخلص منها شو تسوي بعدين نقبل وراها يقول لك يحاول لك لازم على التأمين الصحي تتشعى التأمين الصحي تدفع الخمسين لما توحد احنا اندفعنا العشرة مثلا ماتل بتجديد الاقامة تطلع تصريح العمل تبا توحد تسوي التأمين الصحي يقول لك راجع القوى العاملة شو انا راجع القوى العاملة يعني التأمين الصحي يقول لي راجع القوى العاملة اذا في مشكلة بالقوى العاملة كان ما جدت تولي اصلا القوى العاملة التصريح صح وضحت الفكرة وضحت 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 انت عندك مشكلة الان المبروض انه في التأمين الصحي مو في القوى العاملة يعني التأمين الصحي يقول لي وحي راجع القوى العاملة شنو العلاقة ما لا علاقة شنو العلاقة يعني انت ترخيزك منتهيت القوى العاملة عندك في مشكلة في الملف تروح القوى العاملة اخوي صايح لو منتهي ما تجددت صح ما تجددولي عدل ايه يعني مشكلة انت ماشي اه ورا بعض يعني اذن عمب ورا تيمين صحي ورا بعدك عندك بعد لا بعدين الداخلية بعد هم اللي هم من الاونلاين ما النهائي ما يشتغل يعني عفة والله احنا عافيش نسوي هذا على موضوع الغماط ما علي محمد وسع سيد ريك خلنا ننظر اليوم لاحد يعني ان شاء الله كل كل متوقع ان شاء الله يعني يعطينا بس خبر يقول ما علي ما عليكم مشكلة ما اكو ما احد اصلا ان شاء الله انا والله حاول اتواصل مع احد بالقوى العاملة وعطيك خبر يا ابو محمد على الموضوع ولكن اجراءات التفاصيل ما لو تانا يعني لازم اكل احد من الاخوان وان شاء الله احنا متوقعي انه انه يكون في مؤتمر باتشر الخميس هذا الكلام اللي شسمه ويمكن يعني انه ننتقل للمرحلة الثانية والثالثة وترجع الدوامات والله انا اقول لازم ترجع الدوامات وايد شغل الناس وقف وسبه الوزارات والله العظيم وايد امو محمد بس اشه الله بالغير السلام عليكم هلا امو محمد الله يعافيك انا خدامتي رح تنتهي 29 ستة ايه انا شا سوي الحين 29 ستة شون اجد لها بدون اجدين لها تلقائيا رح يجدد لي 29 ثمانية يعني ما رح ما اجدد لها لا لا لي 29 ثمانية لي 31 ثمانية ااسف لي 31 ثمانية يعني ما ديشعر الان لاين ما رح يعطيش موافقة الان لاين اهو تلقائيا جدد لي 31 ثمانية ها لي 31 ثمانية ان شاء الله بدنا الله مشكورة يا ام محمد وان شاء الله يعني الامور يعني تتسير وانا اتمنى يعني حقيقة الباشر عندنا مؤتمر هذا الحد شي اللي يطلع وان شاء الله ننتقل للمرحلة الثانية ما ادري حين شنو وضع المؤتمر ولكن رسالة انا اوجهها لا بد الان انتقلنا للمرحلة وما انتقلنا لا بد الوزارات اليوم تكون عندها خطة بعودة الناس الى 30% الى العمل الشغل واقف 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 بالشركات وهذه رسالتي للجميع اتمنى اتمنى بان باتشر يكون في انتقال وتكون العودة للعمل لان ما يصير شغل الناس كله وقف اربع تشهر حتى الناس اللي في الشؤون واقف شغلهم حتى اللي يقدموا على الشغل حتى الناس اللي للأيوم واحنا نصيح ونقول يا جماعة 2400 شخص ما عند راتب من بداية الازمة الى الان ما حضرنا عليهم فيما الله موسيقى